الحلويات الباردة والمنزلية عديدة ولكن كيف اذا حضرناها بطريقة سهلة ومنزلية ولكن الطعم كان بيوازي افخم محلات الحلويات هذه الوصف مشاهديننا ستكون بالضاهي الحلويات الراقية لانها راقية بمآدينها بمكوناتها بتمازجها مع بعضها لذلك اذا كنتوا عم تدوروا على حلع بارد لذيذ وراقي وسهل واقتصادي بداية عندي هون بسكوت تجاري فيكن تستعملوا اي بسكوت بس يفضل انه البسكوت يكون طعمته طيبة هلا عندي وعاء زجاجة بدي صف فيه هيدا البسكوت متل ما قلنا فيكن تستعملوا اي بسكوت بتحبوه ولكن يفضل برجع بقول يكون نوعية جيدة ليعطيكن طعم افضل اذا بنصف هيدا البسكوت بهيدا الطريقة بشكل مرتب ومنتقل للمرحلة الاولى اللي هي لح نعمل الكاسترد هون عندي كوبان من الحليب السائل كامل الدسم خمس ملاعق طاولة من النشاء وبدي ارجع اضفلن نصف كوب من السكر ومن بعدها بدي ارجع اضيف بيضة بحرارة الغرفة لازم اضيف البيضة وقالله ما بيطلع معي سلس بيطلع معي اشطة ما بيطلع معي كريم هلا بدي اضيف ملاعقة شاي من الفانيلا الباودر او السائل اذا عندي ومنخلطه بشكل جيد اضافة البيض برجع بذكر لازم تكون وهيدا نوع من الكريم باتسير ولكن سريع على طريقتي طبعا بتنجرة على النار او كسرول بدنا نصب هيدا على الخليط السائل وبدنا نباشر بتحريكه شوي شوي على نار خفيفة منستمر بالتحريك بدون توقف لا يبلش يشد عندي هلا نحن ستعين بشريط الخفئ ونحركه لا ينعم عندي بشكل جيد بس يشد عندي بهيدا الشكل لحضف له ملعقتين طاولة من الزبدة لتعطيه سلاسة وادة سامة لذيذة وبدنا نحركه لا يصير عندي جاهز رائحة شاهية جدا لح تكون هو سخن بسقطه فوق هيدا البسكوت وبرجع بمده بشكل متساوي لانه بيجمد عندي بشكل سريع فمباشرة هو سخن بدي سقطه فوق البسكوت متل معلنا وبمده بشكل متساوي تقريبا وبرجع بدخله على الثلاجة بس يبرد عندي وهلأ عندي هوني نصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم وظرف من كريم شونتيال بودرة وزنه تقريبا 75 جرام وبدنا نخفئه طبعا فينا نستعمل الكريم الخفئ الجاهز السائل ان كان حيواني او نباتي اذا بده سكر منضفله شوية سكر حزب الرغبة ومنخفئه بيكون عنا جاهز اليوم عم نستعمل كريم شونتيال بودرة اللي بتنخفئ معه على الحليب طبعا المعادير كله اللي هتكون اسفل فيديو ايضا مكتوبة من بعد ما تنخفئ عندي هيدا الكريم بشكل جيد وبرد عندي الكريم اللي حطيته فوق البسكوت لازم يكون بارد طبعا احنا دخلناه على البراد او التلاجي يعني متل ما بيقوله وبدنا نمد عليه هيدا الكريمه كمان بشكل متساوي يعني هيدا الطبع التاني اللي هتكون او الطبع التالتة اول شي بسكوت عندنا كريم باتسير او كاسترد وبنرجع بنحط هيدا الكريم شونتيال فوقه وهلأ مباشرة بنرجع بنصف صف تاني من البسكوت هلأ ممكن حدا يسألني فيه اعمل ثلاث صفوف من البسكوت فيكن تعملوا هيدا الشي ولكن انا بعد التجربة لاحظت انه هيدا الكيك ما بيحتاج اكتر من صفان وخاصة اذا كان المبسكوت شوي سميك يعني بس يبرد عندي لح تستمتعوا كتير بنكهتوا بكل شي ما هيكون بس بسكوت لح يكون تحسوا بالكريم اللي حتحسوا بالكريم باتسير اللي حتحسوا بالبسكوت والطبعة التالتة اللي هلأ ان احنا عملها اللي هي الروعة اكيد اذا عندي اماكن فاضية فيه يكسر البسكوت شوي وصفهم بشكل مرتب هلأ عندي هون بدي عامل جناش شوكولاتة عندي شوكولاتة اشقر 50 جرام واسود 50 جرام فيه استعمل اسود لحاله او اشقر لحاله طبعا بيصيروا 100 اذا لحاله وعندي اربع ملاعق طولة من الكاكاو البودرة وثلاثة رباع كوب من الحليب الكامل الدسم بدي انتبه للمقادير ليطلع معي جناش متماسك وجيد عندي ملاعقتين طولة من الزبدة هلأ بدي حرك هيدا الخليط شوي شوي مشاهديننا على نار خفيفة بيستمر بالتحريك كل الوقت مشان ما يلتصق عندي الشوكولاتة وعن الجوانب ايضا بس يدوب عندي الشوكولاتة بشكل جيد طبعا نحن استعين بشريط الخفق شوي لينعم عندي الكاكاو بحرك هيدا الجناش وبدأي اتركها لتبرد طبعا بدنا نصفيها وهيدي شغلة منيحة بتساعدكن انه ما يكون عندكن اي تكتل في حال كان تكتل ومن بعد ما تبرد او تفتر بصبة فوق الخليط طبعا عم تشوفوا دخني هوني لانه الخليط اللي تحت هو مسقع فاذا حطينا عليه شي فاتر شوي او في شوي تسخوني لحي يعطي بخار فمتل ما قالنا يفضل اكيد لازم تبرد عندي هيدا الشوكولاتة او تفتر ومنرجع مسقطها فوق هيدا الخليط ومندخله على الثلاجة تقريبا لمدة ساعة ليسقع عندي بشكل جيد بعدها منرجع منقطعه منقدم عندي كريم شونتية فوقه متبقية واذا بقي عندي شوية سوس شوكولاتة بدوبهم مع شوية حليب ليرخوا وبسخنهم بصيروا عندي سوس شوكولات سائل طبعا بحطهم فوقه حسب الرغبة وعلا لحنفرجيكم هيدا الحلوة قدشي رائعة ونتدوها ونقلكن على الطعم والانطباع ترجمة نانسي قنقر